السلام عليكم صار لي اكثر من ساعتين وانا احاول اضبط وضعية التصوير الاضاءة الخلفية الانوار مرة حط هيمين مرة حط هسار والاضاءة الامامية مرة وديهمين وصار اخر شي طاحت الطاولة وانكسر عندي استاد المهم ما علينا يلا نبدأ الرجل اللي تشوفونا امامكم هو عياش الحاج حسين الجاسم زعيم مجاهد سوري من مدينة دير الزور هو الملقب بالامير العربي قام بالنظار ضد المستعمر الفرنسي في عام 1925 تزامن مع انطلاق الثورة السورية الكبرى في جبل العرب وغوطة دمشق حكم عليه الفرنسيين بالنفي الى مدينة جبلة هو اسرته كانوا يقولون ان تتخطط وتقوم بعمليات عسكرية ضدنا حكموا على ابنها الاكبر محمد بالسجل لمدة عشرين سنة وكذلك اعدموا ابنه محمود في يوم الايام استغلت السلطات الفرنسية تردد عياش على مقهى دسوا له السن في قهوته وتوفى رحمة الله عليه السلطات الفرنسية منعوا نقل جثمانه الى دير الزور دفن في جبلة في مقبرة جامع السلطان ابراهيم الادهم وبعد وفاته تنفس الصعداء اقصد الفرنسيين كانوا بهذلهم بهذلة يا اخوان بقيت عائلة عياش الحاج في جبلة حتى صدور قرار العفو الفرنسي في عام 1929 وبعدها اعادوا الى مدينة دير الزور فم الله ترجمة نانسي قنقر